قال محافظ قنة أشرف الدوودي أن نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب بالمحافظة قد زادت من 57% إلى 99% في الحضر و 98.5% في الريف وكذلك تغطية المشروعات الصرف الصحي من 6% إلى 60% وذلك بحجم استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه وأضاف الدوودي أن محافظة قنة قد شهدت تطورا كبيرا خلال السبع سنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر نحن كنا منذ سبع سنوات كنا ما يقرب من حوالي 6% في الصرف الصحي وكنا حوالي تقريبا 57% في مياه الشرب وكانت المواطنين بتعاني في الحر الشديد من نخص المياه والمياه النظيفة نحن النهاردة بنتكلم على تقريبا وتجوزنا 60% في الصرف الصحي وتجوزنا 99.5% في مياه الشرب لو حضرك نشوف نسبة التغطية لمحافظة قنة في التسع مراكز من المياه والصرف الصحي في الحضر والريف حنجد أن من سبع سنين كانت نسبة التغطية من المياه 66% ومن الصرف الصحي كانت 11% بدخول مشروعات تنمية الصعيد اللي هي البنك الدولي ده مشروع كان بمليار وربعمائة مليون كان بيغطي خمس مراكز شمال إنا رفع نسبة التغطية من المياه من 66% النهاردة الحضر 99.5% تقريبا الريف حوالي 98% مياه